الفلاح الذي أصبح طبيباً حكاية من التراث الفرنسي كان يا مكان في قديم الزمان كان هناك فلاح يعيش مع زوجته وكان الفلاح غريب الأطوار أوه يا إلهي ماذا أفعل؟ ماذا أخصد بفرح؟ سأريك الآن نعم سأريكي إنه فعلاً غريب الأطوار أنا أعسف أعسف كان يعتذر منها بعد ذلك لذا سميته غريب الأطوار خدي خدي كانت زوجته المسكينة تبحث عن وسيلة تخلصه من هذه العادة وفي يوم من الأيام رأت زوجة الفلاح أحد ضباط الملك هاي الملك بحاجة إلى طبيب ماهر هل يوجد بالقرب من هنا طبيب؟ هل تعرفين طبيبا جيدا؟ لقد ابتلعت ابنته عظم السمك وفكرت زوجة الفلاح وقالت لنفسها هذه فرصة لمعاقبة زوجي زوجي طبيب بارع وإخراج عظم السمك أمر سهل بالنسبة له ولكن ماذا؟ إنه كسول ولا شيء يغريه لتطبيب المرضى وإذا أردته أن يعالج مريضا عليك بضربه ضربا شديدا بالعصى ضربه بالعصى؟ نعم إذا فعلت ذلك عندئذ سيعالج الأميرة ويشفيها ها يا لهم الرجل غريب هسنا سنضربه بالعصى ها هيا وهكذا أخذ الضابط السعيد الفلاحة إلى القلعة ترى ماذا سيحدث الآن؟ حضر الطبيب أيها الطبيب أنت الذي ستشفي ابنتي من مراضها؟ أنا كلا أنا لست طبيبا أنا فلاح بسيط ولا أعرف شيئا في الطب صدقني يا مولاي أيها الضابط هذا الرجل يقول إنه ليس طبيبا هل هذا صحيح؟ سمعته يا سيدي وسيعترفه بعد كليل أرجوك أن تنتظر خذوا ماذا تريد أن تفعله به؟ اسمه جيدا أعرف أنك طبيب وأعرف أنك كسول من الأفضل لك أن تعالج الأميرة أنا فلاح لا أستطيع شفاها أحد لقد ضربوا الفلاح ضربا مبرحا معتقدين بأنه طبيب كسول والآن هل أنت الطبيب الذي سيعالج ابنتي؟ قل لي أنا الفلاح أيها الضابط هل هذا الرجل طبيب أم لا؟ أضربوه إذن أخصا 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 لسلم ينفع الفلاح توسله وبكاؤه لذلك وافق أخيرا وقال هنا على الطبيب طبيب أخصا أنا أخصا أخصا أيها الضابط هل هذا الرجل طبيب؟ نعم يا بولاي وهكذا اقتيد الفلاح إلى الأميرة على جناح السرعة منذ أن عرق العظم في حلق الأميرة وهي لا تستطيع أن تتناول الطعام فهزل جسمها وضعفت هذه هي الأميرة يجب أن تخرج العظم في أسرع وقت مفهوم؟ وفكر الفلاح وقال لنفسه لا سبيل أمامي يجب أن أخرج العظم من حلق الأميرة وإلا والآن يا أميرتي أرجو أن تفتحي فمك الكريم هيا لقد دخل العظم إلى العمق ولا يمكنني أن أصل إليه بيدي ربما العصى كلا كلا لن تنفع العصى السبيل الوحيد لإخراجه هو هبوب ريح قوية من داخل رئة الأميرة ماذا أفعل؟ يا إلهي ماذا أفعل؟ لا بد أن تعطس هذه فكرة رائعة نعم رائعة ماذا أفعل؟ حسنًا ماذا أفعل؟ بсаان ماذا أفعل؟ حسنًا وبجهد بسيط استطاع الفلاح أن يشفي الأميرة لقد أخرجت العظم يا لك من طبيب ماهر ماذا تريد أن أمنحك؟ أعطوه الكثير من الذهب أعطوه وفي اليوم التالي قرر الفلاح مغادرة القصر حاملا كيسا مليئا بالقطع الذهبية حالما سمع الناس بالطبيب البارع تجمهر أمام القصر طالبين منه أن يشفيهم إذا رفض الفلاح طلب الضابط فسوف يضرب ضربا مبرحا بالعصى سيما وعدد المرضى كبير هذه المرة دكتور عندي آلام في العظام لا أستطيع السير أرجوك عالجني يا دكتور أرجوك أرجوك رأسي يؤلمني أيها الطبيب ولا أستطيع الرؤية جيدا أرجوك ساعدني وأخذ الناس يتوسلون إلى الطبيب وكل واحد منهم يرغب بأن يكون المريض الأول الذي يعالج من قبل هذا الطبيب وأخذوا يتدافعون ويصرخون أنا دكتور دكتور أنا دكتور أنا دكتور أنا دكتور أنا دكتور يا لحسن حظ الفلاح لقد بدت لذهنه فكرة رائعة حسنا سوف أعالج أمراضكم جميعا بوصفة طبية واحدة واحدة؟ جميعا طبعا أطلب منكم أن تحرقوا مريضا لا أمل في شفائه في ذلك الفرن إنه مدون في كتب الطب بأن الرماد دواء جيد ومفيد لجميع الأمراض البدنية طبعا يؤسفني أمر المريض الذي سيحرق ولكن لابد من التضحية في سبيل إنقاذ كل هؤلاء المرضى المساكين ما رأيكم؟ من منكم سيضحي في سبيل الآخرين؟ أنت؟ أنت أنت أنا؟ لا كلا لقد شفيت انظر كلا لقد تحسنت كثيرا عظامي سليمة أستطيع المش نعم إنني شفيت مع سلامة إذا العد تأيت والعجوز من؟ أنا؟ كلا كلا لقد تحسن رأسي وأستطيع الرؤية جيدا إني أسمع جيدا أنا بخير نعم أنا بخير وداعا وداعا خوفا من الحرق في الفرن هرب جميع المرضى مدعين سلامة أبدانهم أنا بخير أنا بخير أنا بخير لقد شفيت كل هؤلاء الناس إنه طبيب بارع ضاعف له المكافأة أمرك سيدي وهكذا عاد الفلاح إلى قريته سعيدا وبحوزته كمية من النقود الذهبية أما زوجته فقد قلقت عليه في بادي الأمر ولم تستطع النوم وعندما رأته عائدا سليم البنية فرحت كثيرا زوجي زوجي زوجتي الحبيب زوجي الحبيب وفرح الاثنان فرحا شديدا من يومها لم يضرب الفلاح زوجته الطيبة وعاشا بعد ذلك عيشة سعيدة ترجمة نانسي قنقر